لماذا برأيك تقلق إيران من توافق في الأجندات والمسألة غريبة ما بين واشنطن وموسكو تل أبيب واشنطن وموسكو دائما معروفة عنها أنها ليسوا على وفاق دائما في الأجندات أو الرؤى في أحداث المنطقة شكرا سينار أكيد إيران علاقة الإيرانية والسورية هي علاقة تاريخية لكن الوجود الإيراني في منطقة الخليج في منطقة الشام يعني سوريا ولبنان قبل داعش كان يرتكز على مقاومة الكيان الصهيوني الإسرائيلي وكان الحلقة المتقدمة هي حزب الله بدعم إيراني بعد داعش اختلف الموضوع واتفقت الأجندة الروسية الإيرانية السورية بضرورة بقاء بشار الأسد في الحكم ومواجهة الجهود والمخططات لإطاحة نظام بشار وصارت تعقيدات المشهر السوري اليوم الموضوع اختلف تماما الملف السوري بدأت أمور تتضح هناك اتفاق أو شبه اتفاق على بقاء النظام السوري بقاء رئيس بشار الحد إجراء ترتيبات أخرى تختلف عن ما قبل سنة أو قبل ستة شهر أذن فهناك مصالح روسية تختلف عن المصالح الإيرانية الدافع الروسي لبقاء بشار يختلف عن الدافع الإيراني أما قضية الحواظن الشيعية التي ذكرتها صحيفة العرب أعتقد هناك مبالغات فيها لأن اليوم الزمن اختلف والظرف اختلف استخدمتها إيران هذه السياسة قبل سنوات بعد الثورة الإيرانية بدأت تستخدمها لحماية الثورة ولمفهوم تصديد الثورة أو إيجاد مناطق نفوذ إيرانية تحمي إيران من طبعا هذه السراعات المعقدة في منطقة الخريج ومنطقة الشرق الأوسط فاستخدمت إيران هذه القوة لكن اليوم هذه ليست بالسلاح القوي بيد إيران مثل ما تذكر صحيفة الشرق الأوسط اليوم اختلفت التوازنات السياسية الإقليمية في المنطقة والسياسة الدولية أيضا هناك اليوم السورية يحتاج إلى من يعطيها المال من يمول من يساعد في إعادة بنائها في ترميمها ليس الحديث عن حواضن شيعية أو مثهبية أو ما إلى ذلك يعني نعم